أهلا بحضراتكم من جديد من حوالي يعني 20 دقيقة ابتدى موتش الأهلي قدام الترجي التونسي في تونس وحقق اللاعب بيرسيتاو في ديئة 9 أمام الترجي هدف من تمريرة عملها ليه كهرباء من ناحية الشمال ويعني حمل فتحي كمان كان مشترك في الكورة دي بشكل رائع الحقيقة وصلة بيرسيتاو اللي كان موجود في ناحية اليمين وانطلق بيها بيرسيتاو لمنطقة الجزاء وكان هو الجول اللي سجل فيه الدقيقة التسعة وكان حقيقة يعني خير افتتاحية للنادي الأهلي أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلينا نتابع مع حضراتكم ما يحدث في المباراة مع الناقد الرياضي هاني عبدالصبور مساء الخير عليك وإزاي بتتابع الشوت الأول من المباراة وشايف إزاي أداء الفرقتين السلام خير على كل أستاذ المشاهدين بالسأل ده محرجة خارسي يعني 25 دقيقة من المباراة الأهلي والترجي والأهلي في ناحية دوري أفطال رقيقيا الأهلي متقدم بهدف السادونة رد سجله اللعب بيرسيتاو طبعا كانت هجمة لصالح النادي الأهلي هجمة مرتدة طبعا الأهلي يعتمد على الهجمات المرتدة شايفين كولر النهاردة بيأمن وسط فلعبه بشلات الدفاع حمد فاتح وأليو جانج ومعهم مروان عطية وبيضي حرية بقى لانطلاقات السلاسة حسيني الشحات على الشمال مع علي معلول والناحية الثانية عليين بيرسيتاو مع محمد آني ومهاجم وحيد كهربا من إحدى القرار في وصلة القرار بيرسيتاو اللي شطها مباشرة مأفاشا الحارس في الترجل الترجل في التعامل معها عشاني الأهلي يسجل الهدف الأول ومنذ الهدف الأهلي افتدى يكون يكثيرا بتاعي بالنسبة لللاعيب الترجل اللي بستفع عن كبرياءها وبستفع عن شخصيطها وبالتالي الأهلي ارتكن شوية للدفاع بحيث أنه هو يمنع أي خطورة من لعيب الترجل ومستمر في أداءه على الهجمات المرتدة واستغلال سرعات اللعيبة المهمودة عنده اللونج باص اللي بتقامل من مروان عطية لأحد لعيب الجناحين سواء بيرسيتاو أو حسين الشحات وسميع ضريقات لعبيهم الهجمة بالنسبة للنادي الأهلي لكن لحد دلوقتي كل الأمور تحصل سترة بالنسبة للنادي الآلم وفيش أي خطورة على مرمى محمد الشبناء وتقريبا نحن في الجهات الـ 28 ولسه كل الأمور طيبة بإذن الله ناس كجير كانت بتتكلم أنه يعني وجود الجماهير بالنسبة للترجل التونسي سر القوته وخصوصا في تونس عدم وجود الجماهير ما أثر إزاي على أداء الترجل حد دلوقتي طبعا جمهور الجمهور هو المتعة والسافئ لأي منافسات في قرص القدم سواء في تونساق مصر سواء في الدنيا طبعا غياب الجمهور مخلي حتى شكل الملعب اللي نسبنا مشاهدين لقرص القدم مشكله ومش في أفضل حال طبعا الترجل بعيدا عن غياب الجمهير هناك مرضو أيضا عنده غيابات فنية وعدد كثير جدا من الإصابات أكيد ما أثر علينا أنهم مجموعة من القيبة الأسرين دلوقتي تكون فراد لكهربا كهربا تهضر هذا في الثاني فرصة يعني شبه فراد انفراض محقق بالجزب الكهربا في الدنيا 27 تمرير السحرية من البرتتا وكهربا واجهة اللي واجهة على حالة الترجل لكنه يدع القرى بجانب المرمى بغرابة سبيلة جدا جدا بايع فرص الهدف السن زي بقول لحضرتك حتى مرضو مش عايزين بس نخفل حق الناجي الأهلي ونقول إن الجمهور هو اللي مساهل المباراة على الناجي الأهلي سبق ليه الفوز أكتر من مرة فرادت فراصة الجمهير لكن بشكل عام الزياب الجمهور مؤثر على أداء الفرعين بكل تأك توقعاتك لسير المباراة لنهاية الشود ده أخوص النتيجة كده 1-0 ولا متخيل حاجة تاني أعبدول الأهلي الأهلي قادر على إضافة هدف ثاني بإذن الله ويقترينه المباراة هنا من مباراة في الزياب قبل مباراة العودة أنا أتوقع عفوز الأهلي ثلاثة سنة هدف دون مقابل لو الأهلي ركز في الفرص اللي بتلوح لي أعمال مرمى المنافسين بهدف بيرجستاون نهارده أعتقد أنه كده يعني عامل عدد أهداف في البطولة فارغ سبع أهداف تقريبا صنع يمكن أربعة وسجل تلاتة أربعة ده الرابعة أو الخامس تقريبا بس الأحضايات نفسي بأش يعني بعد المباراة نريد أن نعمل الأحضايات تقريبا ده العدف الرابعة أو الخامس في دور أبطان إفراج أنا بشكرك شكرا جزيلا النقد رياضي هاني عبدالسابور وطبعا نتمنى التوفيق للنادي الأهلي ومنبارك لكل جماهيره على هذا الهدف ويمكن إن شاء الله نشوف هدف كمان أو يعود الأهلي منتصرا من تونس بهذه النتيجة